السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طالب وطالبات الصف الخامس لابتدائي أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من حلقات مادة العلوم معاكم اسمها محمد إن شاء الله النهاردة يا ولاد هنستكمل المفهوم الأول احتياجات النبات تعالوا في بداية كل حصة نتعرف كده هناخد النهاردة النهاردة هناخد نشاط تمانية حلل كعالم وهنتكلم فيه عن مقارنة أجهزة جسم الإنسان والنبات طبعاً كلنا عارفين يا ولاد إن جسم الإنسان وكمان النبات بيحتاجوا إلى طاقة وهواء اللي يستطيعوا أن هم يبقوا على قيد الحياة طب يا ترى إيه هي أوجه التشابه والاختلاف بين أجهزة جسم الإنسان وأجهزة النبات عن طريق الحصول على الطاقة والهواء تعالوا كده نشوف مع بعض بالنسبة للنبات يا ولاد بيحصل على الطاقة اللازمة بتاعته عن طريق سكر الكولوكوز اللي بيحصل عليه أو بينتجه من خلال عملية البناء الضوء اللي بيقوم بها النبات في الأوراق طيب بالنسبة للإنسان بيحصل على الطاقة بتاعته منين؟ طبعاً من تناول الطعام وهضمه خلال اليوم بتاعه يبقى كده النبات بيحصل على الطاقة بتاعته من سكر الكولوكوز وكمان الإنسان بيحصل على الطاقة بتاعته من تناول الطعام طب بالنسبة للهواء النبات إزاي بيحصل على الهواء؟ طبعاً الهواء بما يحتويه بالغازات بتاعته النبات بيقدر يحصل عليها عن طريق الصغور اللي موجودة في الأوراق بتاعته طيب بالنسبة للإنسان بيحصل على الهواء إزاي؟ طبعاً إحنا معارفين إن الهواء ده فيه غاز الأكتوجين المهم جداً 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 لاستنشاقه وإن الإنسان يقدر يتنفس من خلاله طيب بيحصل عليه إزاي؟ بيحصل عليه عن طريق استنشاق الهواء من الأنف ثم ينتقل إلى الرئتين هنا يمتص الأكتوجين عشان يوصل إلى الدم ويبتدي والدم يوزعه على جميع خلايا الجسم يبقى كده عارفنا النبات والإنسان بيحصلوا على الطاقة والهواء بتاعهم إزاي؟ طب يا ترى يتم تحويل الطعام ده اللي إحنا بنتناوله إلى كولوكوز وعناصر غذائية عن طريق مين؟ عن طريق الجهاز الغضمي يعني الجهاز الغضمي مسؤول إنه هو يهدم كل الطعام بمختلف أنواعه اللي إحنا بنتناولها خلال اليوم ويبتدي حولها إلى سكر كولوكوز وعناصر غذائية طب إزاي؟ أول حاجة أنا ببتمدي أمضغ الطعام بالفم ثم أبلعه وبعدين عند اكتمال هضم الطعام في الأمعاء الدقيقة يتم امتصاص الطعام هيتم امتصاص الطعام أو العناصر الغذائية بتاعته إزاي؟ عن طريق الدم الدم هيروح للأمعاء الدقيقة ويبتدي ياخد الطعام المهضوم أو العناصر الغذائية وهو المسؤول عن نقلها وتوزيعها على جميع خلايا الجسم طيب تعالوا نتعرف مع بعض كده على الجهاز الدوري في الإنسان طبعا الجهاز الدوري يا أولاد هو المسؤول عن نقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الجسم وأعضاءه خلايا إزاي؟ هو جهاز الدوري الأول بيتكون من إيه؟ الجهاز الدوري بتكون من ثلاث أجزاء مهمة جدا وهي القلب والأوعية الدموية وطبعا الدم طيب إيه هي الأوعية ديميس؟ الأوعية الدموية عبارة عن شريين وأوردة وشعيرات دموية زي ما احنا كده شايفين صورة الإنسان اللي قدامي بتوضح الجهاز الدوري كله قادي القلب عضو القلب وقادي الشريين اللي هي لونها أحمر والأوردة اللي هي لونها أزرق والشعيرات الدموية اللي هي صغيرة خالص وطبعا الدم بيسير خلاله طيب عرفنا وظيفة الجهاز الدوري طيب يا ترى القلب ده نقدر نوصفه مع بعض هقولك إن القلب بيتكون من أربع حجرات تعال كده نشوف كده خلنا قطاع طولي في القلب ونشوف القلب ده بيتكون من إيه أدي الجزء ده أو الحجرة دي اسمها الأزين وكمان الحجرة دي اسمها الأزين يبقى إذن الحجراتين العلويتان بنسميهم الأزينين العلويان طيب بالنسبة للحجرتين الأسفليين دول يا ولاد دول بنسميهم بطينان يبقى دي أربع حجرات بيتكون منهم القلب وزينان وبطينان طيب ننجي للأوعية الدموية إيه هي الأوعية الدموية؟ الأوعية الدموية زي ما قلنا عبارة عن أنابيب بتحمل الدم أو الدم بيسير خلالها طيب الأوعية الدموية دي أو الأنابيب دي بتنقسم لإيه؟ بتنقسم لثلاث أنواع رئيسية وهي الشرايين آه زي ما احنا شايفين كده الأوعية الدموية دي الحمرة دي بنسميها شرايين والأوعية الدموية يا لونها أزرق دي يا ولاد بنسميها الأوردة أما اللي بتربط ما بين الشرايين والأوردة بنسميها شعيرات دموية وبالتالي برضو الدم بيمر خلاله يبقى كده تعرفنا على تكوين الايه؟ تكوين أو مكونات الجهاز الدولي تعالوا نعمل مقارنة سريعة كده ما بين الشرايين والأوردة ونعرف إيه الفرق ما بينهم أول حاجة بالنسبة لاتجاه الدم في الشرايين والأوردة بالنسبة للشرايين يا ولاد الدم هنا بيتجه من القلب إلى جميع أجزاء الجسم يعني الدم بيخرج من القلب عشان يوصل لجميع أجزاء الجسم طيب بالنسبة للأوردة هنلاحظ إن هي الدم هنا بيتجه من أجزاء الجسم إلى القلب عشان كده زمنها دورة طيب بالنسبة لوظيفة الشرايين يا ولاد إيه هي وظيفتها؟ وظيفة الشرايين هنا هتنقل الدم الغني بالأكسوجين اللي جاي من عملية التنفس احنا قلنا الاكسوجين بيدخل عن طريق عملية الايه الشهيق من عملية التنفس ايجي الدم بقى يحمل او ينقل الاكسوجين ده وكمان هينقل الكولوكوز اللي جاي من الجهاز الهضمي تمام وعشان يساعدوا الجسم على النمو ويمدوا الجسم بالايه بالطاقة دي وظيفة الشرين طب تعالوا نشوف وظيفة الاوردة الاوردة عليها انها تعيد الدم اللي بيحتوي على ثاني اكسيد الكربون وطبعا القليل جدا من الاكسوجين والمواد الغذائية مرة تاني الى القلب ثم الرئتين عشان تزود الرئتين بالاكسوجين يبقى كده لحظنا الفرق ما بين الشرين والاوردة طب يا طرى نظام النقل في النبات هيبقى شكله عامل ازاي احنا كده تعرفنا على نظام النقل فيه الانسان وهو الجهاز الدوري طب تعالوا نشوف كده نظام النقل في النبات طبعا برضو النبات ككائن حي بيحتاج او احتياجاته الماء والعناصر الغذائية تمام الماء والعناصر الغذائية نتذكر كده مع بعض كان بيحصل عليهم النبات ازاي عن طريق امتصاصهم من الجزور من الطربة وبعدين بيطلعوا او يتجهوا الى الاوراق او باقي اجزاء النبات عشان هنا الاوراق تقوم بصنع الغذاء او بصنع السكر الكولوكوز اللازم لعملية البناء الضوء يبقى كده النبات بيحصل على الماء والعناصر الغذائية من الطربة عن طريق الجزر وان اولاق طبعا احنا عارفين ان هي بتمتص صدوق الشمس وبتاخد ثاني اكسيد الكربون من الجو وهنا النبات بيصنع غذائه تمام طب بعد صنع الغذاء اللي بيحصل ازاي النبات بيستفيد بقى بالغذاء ده بهنا هيتم بعد تصنيع الغذاء في الاوراق بيتم نقل الغذاء ده الى باقي اجزاء النبات عشان يستفاد بالغذاء ده ويبتدي ينمو بصحة جيدة طب يا ترى مين المسؤول عن نظام النقل في النبات بيتكون من ايه بقى نظام النقل ده تعالوا نشوف مع بعض عندي اوعية اسمها اوعية الخشب واوعية اللحاء وتعالوا نشوف وظيفة كل منهم اولا اوعية الخشب اوعية الخشب بتمتد من الجزور الى الاوراق تمام طيب بتعمل ايه اوعية الخشب اوعية الخشب هي المسؤولة او درها هنا بتقوم بنقل الماء والمعادن من الطربة توصلها للاوراق عشان النبات يقدر يعمل عملية البناء الضوئي دي اوعية الخشب يعني هتتجه من اسفل لأعلى هتاخد الماء والمعادن من الطربة تتجه بهم الى اعلى النبات لغاية لما توصل للأوراق عشان النبات يحصل على احتياجاته وبتبتدي الأوراق هنا تقوم بعملية البناء الضوئي طيب بالنسبة لأوعية اللحاء بتعمل ايه؟ اوعية اللحاء هنا بقى دي وظيفتها ان هي تنقل الكولوكوز المصنع من الأوراق الناتج من عملية البناء الضوئي توصلها للجزور وباقي اجزاء النبات عشان يغضوا او يحصلوا على الطاقة يعني هنا هلاحظ ان اوعية اللحاء من اعلى لأسفل الاتجاه بتاعها من اعلى لأسفل لاحظنا كده الفرق ما بين اوعية الخشب و اوعية اللحاء طب تعالوا كده مع بعض نشوف ايه ريته هو التشابه في نظام النقل في كل من النبات والانسان ازاي الانسان بيستفاد من الغذاء بتاعه ومن الاكسجين عشان يوزعه على بقية خلايا جسمه وازاي كمان النبات بيستخدم النقل في عملية نقل المواد الغذائية في خلايا طيب هنشوف هنا النقل في الانسان يا ولاد هنقولنا هو بتتم عملية النقل طبعا من خلال الجهاز الدوري اللي قلنا بيتكوه من القلب والشراير والاوعية والاوردة والشعيرات الدموية وطبعا الدم اللي بيسير في الاوعية الدموية يبقى هنا نظام النقل في الانسان يا ولاد عبارة عن الجهاز الدوري اللي بينقل الماء وكمان المواد الغذائية في اوعية دموية زات اتجاه واحد وكمان هنا قلنا ان الاوعية الدموية دي بذكركم انها بتنقسم الى شراير واوردة وشعيرات دموية وعرفنا وظيفة كل من الشراير والاوردة طب بالنسبة لنظام النقل في النبات يا ولاد احنا قلنا ان عملية النقل في النبات دي بتتم خلال ايه؟ خلال نظام النقل طب بيتم فيها نقل مين؟ نقل الماء والمواد الغذائية ايضا بس في اوعية زات اتجاه واحد نتذكر كده مع بعض من الاوعية اللي كانت بتنقل الماء والاملاح من التربة الى الاعلى النبات في الاوراق؟ هقول لك اوعية الخشب طب مين الاوعية اللي كانت مسؤولة عن نقل الغذاء المتكون اللي هو سكريكولوكوز في الاوراق النبات وتوزعها الى الجزر واجزاء النبات الاخرى كانت هي اوعية اللحة بعد ما عرفنا الشتشابه والاختلاف بين الجهاز الدوري في الانسان وجهاز النقل في النبات تعالوا كده نشوف مع بعض نشاط تسعة وبتكلم كحلل كعلم هنتكلم فيه عن غذاء النبات طبعا النبات هنا بيستطيع تحويل طاقة الشمس الى غذاء وطاقة ازاي؟ عن طريق عملية البناء الضوئي طيب بالنسبة للجزور هنا هي اللي هتبقى مسؤولة عن امتصاص الماء والمعادن من الطرب طيب ناقص ايه تاني عشان الاوراق تعمل عملية البناء الضوئي؟ ناقص ثاني اكسيد الكربون وضوء الشمس هنا في الاوراق توفرت كل احتياجات النبات يبتدي الاوراق تعمل عملية البناء الضوئي اللي بينتج من خلالها سكر الكولوكوز اللي هو بيدي النبات للطاقة وكمان هيخرج منها غاز الاكسوجين اللي بيستفيد دي جميع الكائنات الحية في عملية التنفس تعالوا نشرح كده مع بعض برضو عملية البناء الضوئي زي ما احنا شايفين كده يا ولاد هنا النبات بيجمع الماء وساني اكسيد الكربون في اوراقه الماء من التربة وساني اكسيد الكربون من الهواء وبتدي النبات يعمل عملية البناء الضوئي طبعا في وجوده الشمس ويكون سكر الكولوكوز العملية دي بنسميها عملية البناء الضوئي نقدر نلخص عملية البناء الضوئي في صورة معادلة بسيطة ونقول ان الماء اللي بيحصل عليه من التربة وساني اكسيد الكربون اللي بيحصل عليه من الهواء في وجود طبعا ضوء الشمس هيكون السكريات اللي هي سكر الكولوكوز وكمان هينطلق غاز الاكسوجين كناتج سانوي من عملية البناء الضوئي والمهم جدا لعملية التنفس لجميع كائنات الحية بيقولي هنا ان الاوراق بتمتص الطاقة الضوئية من الشمس وبتتحول لطاقة كيميائية موجودة في صورة ايه؟ موجودة في صورة سكر الكولوكوز طب تعالوا نتكلم عن الكولوكوز كمصدر للطاقة الكولوكوز ده بيعتبر يا ولاد مصدر للطاقة لنبات ليه؟ لانه بيستخدمه في عملية النمو والبقاء طب ازاي؟ تعالوا كده نتذكر مع بعض اوعية اللوحاق كانت بتعمل ايه؟ كانت هي المسؤولة عن نقل الكولوكوز اللي هو مصنوع في الاوراق او اللي قامت بتكوينه الاوراق من عملية البناء الضوئي الى جميع اجزاء النبات هنا خلايا النبات يا ولاد بتعتمد على الكولوكوز ده كمصدر للطاقة وزي ما قلنا برضو اثناء عملية البناء الضوئي بينطلق غاز الاكسوجين وبخار الماء في الهواء في نفس الوقت بس الاكسوجين وبخار الماء هنا بنسميه منواتك ثانوية لعملية البناء الضوئي يعني عملية البناء الضوئي في الاساس النبات بيعملها عشان يحصل على سكر الكولوكوز فبالصدفة يا ولاد بيطلع معاه غاز الاكسوجين المهم جدا 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 لتنفس الكائنات الحياة سبحان الله تعالوا بقى نلخص عملية البناء الضوئي دي في عدة نقاط رقم واحد الجزور بتمتص الماء والاملاح من الطربة تقوم أوعية الخشب هنا بنقل الماء والاملاح من الجزر إلى أجزاء النبات الأخرى كمان الأوراق هتمتص ساني أكسيد الكربون وضوء الشمس اكتملت كل احتياجات النبات يقوم النبات بعملية البناء الضوئي للحصول على سكر الكولوكوز اللي بيمد النبات بالطاقة وكمان بينطلق غاز الاكسوجين الضروري لعملية التنفس للكائنات الحية واللي بيعتبر كناتج سانوي تعالوا نشوف مع بعض نشاط عشرة بيتكلم لاحظ كعالم وهيتكلم عن الأزهار والبزور طبعا الأزهار بنشوفها بألوان مختلفة وأشكال وأحجام مختلفة ولكن طبعا بتقول البزور بتقوم بوظيفة واحدة وهي التقاصر يبقى ماجهة تكلم عن التقاصر في النبات يا ولاد أو أقول المفهوم ده عبارة عن إيه؟ إيه هو مفهوم التقاصر في النبات؟ هقولك هو العملية اللي بيقوم فيها النبات بإنتاج نبات جديد يبقى هو عملية إنتاج نبات جديد طيب الزهور الزهور هي المسؤولة عن عملية التقاصر في النبات يبقى عندي كده مفهومين عندي عملية التقاصر في النبات والزهور التقاصر هو عملية إنتاج نبات جديد إنه لما جزرع كده يا ولاد باخد البزور وبتدي أزرعها تطلع نبات جديد أخد منه البزور وبتدي أزرعها وتطلع نبات جديد وهكذا طيب فين أعطاء التقاصر اسمها إيه في النبات؟ الجزء المسؤول عن عملية التقاصر في النبات هي الزهور طبعاً كلنا شفنا ظهر الدوار الشمس وشفنا الجزء الداكن منها بالداخل ده لو لاحظنا الجزء ده اسمه إيه أولاد في النبات؟ اسمه البزور اسمها البزور طب إيه تعريف البزور؟ مفهوم البزور بيقول هي أجزاء النبات التي تنمو إلى نبات جديد يعني هي دي الأجزاء اللي أنا لو أعملت لها إعادة زراعة تاني مع توفر طبعاً العوامل الأساسية من الماء والهواء ودرجة الحرارة المناسبة تبتدي تنمو إلى نبات جديد يبقى الجزء يا أولاد هي الجزء في النبات المسؤول عن نمو نبات جديد بعد توفر العوامل الأساسية لنمو بيقول لي ملحوظة مهمة بعض الزهور بتنمو مكونة ثمار بعض الزهور مكونة ثمار وداخل الزمار دي بتبقى البزور زي مثلاً صمرة الفلفل اللي قدامنا أدي صمرة الفلفل وداخلها البزور بتاعتها يبقى هنا بعض الأزهار هتكون إيه؟ هتكون ثمار طب داخل الزمار دي هيكون مين؟ هيكون البزور نشاط 11 معانا ابحث كعالم ونشاط البحث العالمي وهو انتشار البزور طبعاً لما نيجي نتكلم عن انتشار البزور يا أولاد هنقول هو انتقال البزور من مكان لآخر يعني إيه انتشار البزور؟ يعني انتقال البزور من مكان لآخر يا ترى إيه هي الطريقة اللي هتنتشر بيها البزور؟ طبعاً أنا عندي عدة طرق كتيرة ممكن تنتشر بيهم البزور زي إيه؟ تعالوا كده نشوف مع بعض أنا عندي طرق انتشار هنأخذ منها مثلاً عندي هتكلم عن البزرة وعن شكل البزرة هيكون عامل إزاي؟ وخصائص البزرة وكيفية انتشار لما أجي تكلم عن بزرة أو بزور الطماطم إيه دي شكلها يا أولاد؟ طبعاً إحنا لو فتحنا كده الطماطم من الداخل هنشوف البزور بتاعتها يبقى خصائص البزور دي تفتكروا إيه يا أولاد؟ طبعاً خصائصها إنها توجد داخل الثمار التي تؤكل دي شكلها زي سمارة الطماطم أو بزور الطماطم طيب إيه هي طريقة انتشارها؟ طبعاً عند الأكل فتنتقل من مكان إلى مكان آخر يبقى دي طريقة الانتشار بتاعتها طيب بالنسبة لنبات آخر اسمه نبات الأرقر تيون البزور بتاعته عبارة عن إيه؟ تعالوا كده نشوف كده بزور خشنة بتلتصق ممكن تلتصق مع فراء الحيوانات يبقى هنا طريقة الانتشار بتاعتها هتكون الحيوانات أو ممكن كمان تلتصق بملابس الإنسان يبقى دي طريقة الانتشار بتاعتها نتكلمنا عن بزور الطماطم واتكلمنا عن بزور الأرقر تيون كمان عندي بزور اسمها بزور القيقة القيقة تعالوا كده شوف شكلها عامل إزاي؟ هنلاحظ هنا أن شكلها يا ولاد عامل زي إيه؟ زي الجناحين زي الجناحين طيب تفتكروا كده إيه هي خصائصها؟ خصائصها هنا هتقول إنها هي خفيفة وليها تركيب بتشبه الجناح ليها تركيب بتشبه الجناح طب طالما هي خفيفة وليها تركيب بيشبه الجناح تفتكروا كده على طول بدي إن يكون طريقة انتشارها هتكون عن طريق مين؟ عن طريق الرياح ما هي خفيفة وشبه الجناح يبقى أكيد الرياح هي اللي تساعد على انتشارها كمان عندي بزور الهندباء زي ما احنا شايفين كده يا ولاد في الصورة التانية دي برضو التمتاز أو خصائص البزرة هنا بتكون خفيفة وعملة زي البراشط طبعا زي ما قلنا في بزور القيكب طالما إن هي خفيفة وعملة زي البراشط برضو هتنتقل عن طريق الرياح يبقى أنا عن طريق خصائص البزرة أقدر أستنتج كيفية انتشار البزور تعالوا كده نكمل مع بعض عندي برضو إحدى البزور وهي بزور جوز الهند بزور جوز الهند هي تبدو في الشكل كبيرة ولكنها مجوفة من الداخل فهللاحظ إن هي خفيفة طالما مجوفة من الداخل ودي بتنتقل عن طريق المية لأنها بتطفو على سطح الماء بتطفو على سطح الماء يبقى هتنتقل مع حركة الماء دي بزور جوز الهند عرفنا مع بعض بعض البزور وتعرفنا على شكلها وخصائصها وكمان كيفية انتشار يبقى أنا دلوقتي أقدر استنتج من خصائص أي بزرة طريقة انتشار تعالوا مع بعض كده نجاوم مع بعض الكام سؤال دول مع بعض يا أولاد كيف تنتقل البزور من مكان إلى آخر من خلال الأنشطة اللي احنا شفناها دلوقتي إزاي البزور بتنتقل من مكان إلى مكان آخر طبعا في ناس هتقول لي دلوقتي عن طريق الماء أقول لك زي مين زي بزرة جوز الهند أو عن طريق الرياح طبعا عن طريق الرياح بتعلق بملابس الإنسان أو بتلتصق بفراء الحيوان صحي كده زي بزور الهند باء أو القايكة طيب ما الطريقة التي تعتقد أنها الأفضل في انتقال البزور من مكان لآخر احنا خدنا عدة طرق بتنتقل من خلالها البزور تفتكروا الطريقة الأفضل أو الأسهل بالنسبة لانتقال البزور رفع عليكم طبعا هي عن طريق الرياح عن طريق الرياح لأن الرياح هنا تكون أوسع انتشار ما الذي يساعد على نصر هذه البزور من مكان إلى مكان آخر إيه اللي بيساعد على نشر البزور دي أولاد من مكان إلى مكان آخر طبعا أنا عندي هنا معرفة خصائص كل بزرة لما تقولي خصائص البزرة دي إيه أقدر أقولك على طول هي ممكن تنتشر عن طريق إيه يبقى بمعرفة خصائص كل بزرة أقدر استنتج وتوقع طريقة انتشار بيقولي ما التجربة تصميم واختبار نمازج البزور وتوضيح كيفية انتشارها عندي تساؤل وتوقع وبيقولي هل تؤثر خصائص البزرة في طريقة انتشارها يا ترى خصائص البزرة دي هتؤثر في طريقة انتشارها قبل ما تجاوب علي تعالوا نقوم بتجربة مع مع الأدوات بتاعتي عبارة عن وعاء به ماء، مروحة، قطعة من الفرو، مواد لتصميم نمازج مختلفة زي كرات الفوم، كرات بنج، ورق مكوة، دبابيس، خيط دي كانت الأدوات بتاعتي تعالوا مع بعض نشوف الخطوات بيقولي صمم نمازج لبزور مختلفة مثل بزرة جوز الهند والقيكب ثم مرسم النموذج طيب بزرة جوز الهند يا أولاد تفتكروا الوصف السليم لها هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بزرة مجوافة وخفيفة وبتنتقل عن طريق الماء يبقى أنا ممكن أجيب كرة بنج ولفها بخيط زي ما احنا شايفين كده ودي هتبقى الرسم النموذج بتاعي يبقى كرة البنج الملفوفة بخيط دي هتمثل أو لنموذج لبزرة جوز الهند طيب بالنسبة لبزور القايكب ممكن أجيب كرة من الفوم وسبت عليها على جوان بيها كده رشتين آي دي كرة من الفوم وهنا سبت عليها ريشة وهنا ريشة أو ورق مقوم يجي نحين من الورق المقومة من الكارتون يبقى أنا كده عملت نموذج لبزرة القايكب تعالوا بقى بعد ما عملت النموذج بإيدك وصممتوا بإيدك يا أولاد تعالوا نختبر النماذج دي تعالوا نختبر نماذج البزور اللي احنا صممناها عشان نكتشف طريقة انتشار بيقولك مثال يمكنك اختبار انتشار النماذج عن طريق الماء ازاي؟ هجيب النموذج اللي أنا عملته بالنسبة لبزرة جوز الهند واحنا قلنا جوز الهند بينتشر عن طريق الماء وارح حتى النموذج اللي أنا عملته في وعاء ماء كمان النموذج اللي أنا عملته اللي بزرة القايكب هبتدي احطها في الهوى وأشواء احطها قدام مروحة عشان تكون كأنها هوى شديد أو عن طريق الحيوان بتقريب طبعا من قطعة من الايه؟ من الفرق ونبتدي نسجل ونقيم النماذج اللي احنا قمنا بتصنيمه طيب ايه النتائج اللي أنا هتوصلها بعد المراحظة بتاعتي يا أولاد؟ طبعا اكتشفنا ان النماذج دي انتشرت بطرق مختلفة نماذج البزور انتشرت بطرق مختلفة فعلى سبيل المثال جوز الهند هنا انتشر عن طريق الماء ولكن بزرة القايكب انتشرت عن طريق الهواء يعني انا اقدر استنتج ان النشاط اللي انا عملته ان طريقة انتشار البزور هتعتمد اعتماد كليا على خصائصها مثل شكلها وحجمها يبقى انا لو وصفت شكل البزرة بتاعتي بشكل دقيق هقدر اتوقع طريقة انتشار نشاط اتنشر هل تستطيع الشرح احتياجات الشجرة؟ بنرجع للمفهوم للسؤال الاول خالص في بداية المفهوم بيستخدم تركيبه للحصول على احتياجاته الاساسية طب نتذكر كده مع بعض فاكرين الجزر كان مسؤول عن ايه؟ عن امتصاص الماء والمواد الغذائية او المعادن من الطربة والهواء كان مسؤول عن طريق الصغور اللي كانت موجودة في ورقة النبات طب وضوء الشمس برضو عن طريق الكولوروفيل اللي كان موجود في ورقة النبات يبقى ده الفردي بتاعي طب الدليل احنا توصلنا من خلال الابحاث اللي اجريناها من خلال المفهوم فاكرين كده الماء الملون اللي كان بينتقل عبر اوعية الخشب بالصاق يفتكروا كده النشاط اللي عملناه مع بعض ياولاد بتاع صاق القرفس انتقلت انتقل الماء الملون الى اوعية الخشب بالصاق للاجزاء العليا مما يدل على ايه؟ مما يدل على ان الجذب هو المتص الماء والمعادن او المعناصر الغذائية من الطربة وبدأ ينقلها للصاق ومن الصاق الى الاوريق كمان عملنا نشاط ياولاد استنتجنا منه ان النبات في ضوء الشمس بينمون موا جيدا ولكن النبات اللي كان بينمو في الظلام نمى بشكل ضعيف وهزيل يعني استنتجنا من النشاط ده ان الضوء ضروري جدا لتصنيع الغذاء في الاوراق او للقيام بعملية البناء الضوء كمان عرفنا ان النبات لو ما قدرش يحصل على احتياجاته الاساسية لن ينمو وربما يموت ده الدليل بتاعي طب تعالوا نضع تفسير علمي لما استنتجنا اول حاجة يمتص جزر النبات الماء والعناصر الغذائية من الطربة بعدين هتنتقل الصاق هينقل الصاق الماء والعناصر الغذائية من الجزر الى الاوراق بعد كده يقوم بقى دور الاوراق في امتصاص ثاني اكسيد الكربون من الجو او من الهواء وضوء الشمس من اشعة الشمس بعد كده الاوراق هتستخدم كل الاحتياجات دي في صنع غذائها اللي موجود في صورة الكولوكوز وكمان هينطلق من عملية البناء الضوئي غاز الاكسوجين اللي بيحتاجه الكائنات الحية في عملية التنفس ده كان التفسير العلمي بتاعنا تعالوا مع بعض نشوف فقرة سؤال وجواب السؤال الاول اكمل العبارات الآتية رقم واحد انتقال البزور من مكان لاخر يسمى انتقال البزور من مكان لاخر بيسمى طبعا سميناه انتشار البزور انتشار البزور وعرفنا ان ليه طرق كتيرة ممكن تنتشر من خلالك رقم اتنين تعمل اوعية اللحاء ونقط في النبات عمل الشرايين اوعية اللحاء وطبعا اوعية الخشب في النبات بتعمل عمل الشرايين والاوردة يعني زي ما الانسان عنده شرايين واورية واوردة مسؤولة عن نقل الماء والغذاء الى جميع اجزاء النباء الانسان برضو الاوعية اللحاء والاوعية الخشب مسؤولة عن عملية نقل الماء والغذاء المتكون في الأوراق إلى جميع خلايا النبات تلاتة بتنتقل البذور من مكان لآخر من خلال نقط والرياح وفراء الحيوانات يعني عايزة طريقة من طرق انتشار البذور هو هنا بديني أمثلة الرياح وفراء الحيوانات يبقى أنا أقدر أقول له من خلال الماء نفتكر كده مين البذرة اللي كانت بتنتقل عن طريق الماء برافو عليكم بذرة جوز الهند رقم أربعة يدخل الهواء إلى النبات من خلال يدخل الهواء إلى النبات من خلال طبعا من خلال الصغور اللي موجودة في الأوراق من خلال الصغور الموجودة بالأوراق رقم خمسة يعتمد النبات على نقطة لتكوين غذاءه عكس الإنسان والحيوان احنا عارفين النبات ده كان ذات التغذية هو اللي بيصنع غذاءه بنفسه الإنسان والحيوان بيبحث عن الطعام طيب يبقى بيعتمد النبات على طبعا على نفسه في تكوين غذاءه عكس الإنسان والحيوان رقم ستة تتحول الطاقة الضوئية للشمس إلى طاقة نقط عند القيام بعملية البناء الضوئي يبقى هنا طاقة الضوئية للشمس بتتحول طبعا إلى الطاقة الكيميائية عند القيام بعملية البناء الضوئي رقم سبعة الأوعية التي تنقل الماء والمعادل من الجزور إلى باقي أجزاء النبات بتسمى خد بالك من تحت الفوق من الجزب إلى باقي أجزاء النبات يبقى هنا بتكلم عن أوعية الخشم رقم تمانية ينتج النبات غاز نقط أثناء عملية البناء الضوئي خد بالك من في لفظي كلكم بتغلطه فيه أولاد ما بين ينتج وما بين ينطلق ما بين يحتاج وما بين يستهلك لو أنا قلت لك يحتاج أو يستهلك يبقى أنا هنا بقصد غاز سينوكسيد الكربون لكن لما بقولك ينتج أو ينطلق يبقى هنا بقصد طبعا غاز الأكسوجين يبقى ينتج النبات غاز الأكسوجين أثناء عملية البناء الضوئي تعتبر نقط العضو المسؤول عن التقاثر في أغلب النباتات مين العضو المسؤول عن عملية التقاثر في النبات؟ طبعا الزهرة رقم عشرة إذا حصلت نقط على الماء والهواء سوف تنمو وتصبح نباتا كاملا مين اللي أنا أولادة ديتها الماء والهواء والظروف المناسبة للنمو هتكبر وتصبح نباتا كامل يبقى هنا على طول أنا أقصد إيه؟ البزرة تنو السقان نقط أسفل الأرض كما في نبات البطاطس نتذكر كده الصاق اللي كانت نوع الصاق في نبات البطاطس كان إيه؟ برافو عليكم صاق الدرنة تنمو سقان الدرنة إتناشر المادة المسؤولة عن اللون الأخضر في النبات تسمى المادة المسؤولة عن اللون الأخضر كانت الكولوروفيل الكولوروفيل سؤال مصطلح علمي يا أولاد عملية يقوم بها النبات للصنع غذائه بنفسه؟ طبعا هنا عملية البناء الضوء ده مصطلح علمي ده سؤال مصطلح علمي رقم 2 أوعية تنقل الغذاء من ورقة النبات لباقي أجزاء النبات أوعية تنقل الغذاء من الورقة لباقي أجزاء النبات يبقى هنا بسأل عن أوعية اللحاء طريقة انتشار بزرة جوز الهند طبعا بزرة جوز الهند كان بتمتشر عن طريق الماء أوعية دموية تحمل الأكسجين من القلب لباقي أجزاء الجسم اللي كانت بتاخد الدم من القلب وتوزع على بقى أجزاء الجسم طبعا هنا بتكلم عن الشرير مادة بأولاء النبات تعطيها اللون الأخضر يبقى مادة الكولوروفيل سؤال ده عالمة صحة أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم واحد تساهم الرياح في نشر بعض البذور عبارة صحيحة ولا عبارة خطئة طبعا عبارة صحيحة زي بذور القايكب أو الهندباء ينقل اللحاء الماء من الجزر إلى الأوراق طبعا عبارة خطئة لأن اللي مسؤول عن نقل الماء من الجزر إلى الأوراق كان أوعية الخشب يحتاج النبات الماء والهواء وضوء الشمس للبقاء حيا طبعا عبارة صحيحة عشان يقدر يقوم بعملية البناء الضوئي ويكون غزائه يعطي كولوروفيل للنبات اللون الأخضر المميز لهم عبارة صحيحة يتشابه الجهاز الهضمي للإنسان مع نظام النقل في النبات طبعا هنا عبارة خاطئة لأن هنا بيتشابه الجهاز الدوري للإنسان مع نظام النقل في النبات رقم 6 تصبح الحياة مستحيلة على كوكب الأرض بدون نباتات طبعا عبارة صحيحة يا أولاد لأن احنا بدون النباتات ده لا هيتوفر لنا الغزاء ولا كمان هيتوفر لنا الأكسجين اللي احنا بنستهلكه في عملية التنفس فبالتالي بدون النباتات على وجه الأرض أو على كوكب الأرض هتبقى الحياة مستحيلة ويتموت جميع الكائنات الحياة ينمو النبات بشكل أفضل في التربة عن خارجها احنا قلنا أن التربة فيها معادل ففعلا أنا لو زرعت النبات بتاعي في التربة هيطلع بالصحة جيدة أفضل من النبات اللي بيتزرع خارج التربة ينتج الكولوكوز والأكسجين أثناء عملية البناء الضوئي فاكرين عملية البناء الضوئي كان الناتج منها الكولوكوز والأكسجين عبارة صحيحة اختر من العمود ألف ما يناسبه من العمود ده أو عيد اللحاء يطلب تنقل الماء والمعادل لأجزاء النبات العليا واللي عملية يقوم بها النبات لو صنع غزاؤه ولا تنقل الماء لأجزاء السفلة للنبات ولا تنقل غزاء من الورقة إلى أجزاء النبات طبعا أو عيد اللحاء هي المسؤول عن نقل غزاء من الورقة لأجزاء النبات المختلفة طب أو عيد الخشب لا دي هتنقل بقى الماء والمعادل لأجزاء النبات العليا يعني من أسفل لأعلى بالنسبة لعملية البناء الضوئي هي عملية بيقوم بها النبات للصنع غزاء بيقول لي أجب عن الأسئلة الآتية قام أحمد بزراعة نبات في شرفة منزله ولكنه سافر لمدة طويلة وترك النبات بدون ماء واضح ماذا سيحدث لهذا النبات ولماذا طبعا النبات لو أنا ما سأطوش لفترة طويلة يا أولاد إيه اللي هيحدث؟ طبعا هنا النبات هيصفر ويزبل ويموت ليه؟ أعلّل لماذا؟ لأن الماء هنا من الاحتياجات الأساسية للنبات بيقول لي من أين يحصل النبات على الاحتياجات التالية للقيام بعملية البناء الضوئي الماء النبات ممكن يحصل عليها إزاي؟ مصدرها هيكون مين؟ طبعا التربة ثاني أكسيد الكربون هيحصل عليه منين؟ من الهواء طب الطاقة الضوئية للنبات هيحصل عليها منين؟ من ضوء الشمس كمان بيحتاج الكولوروفيل اللي موجود فيه الأوراق عشان هو اللي مسؤول عن امتصاص ضوء الشمس؟ كمان بيحتاج إلى الماء من التربة واللي هيمتصه الجزور كده توفرت الاحتياجات الأساسية لعملية البناء الضوئي هينطلق ويخرج إيه من عملية البناء الضوئي؟ هينطلق الأكسوجين ويتكون سكر الكولوكوس ده السؤال الأول الغاز المستخدم في عملية التنفس؟ ركز في الأسئلة كويس قوي الغاز المستخدم اللي أنا بستخدمه في عملية التنفس يبقى هنا بتكلم عن غاز الأكسوجين طب الغاز المستخدم في عملية البناء الضوئي مش هنا مش بتكلم عن التنفس أنا بتكلم عن عملية البناء الضوئي يبقى هنا يبقى هنا بتكلم عن غاز سيني أكسيد الكربون ماذا يحدث للنبات عند زراعته في مكان مظلم ولماذا؟ لو أنا جبت نباته حطته في مكان ضلم إيه اللي هيحصله وليه؟ طبعاً إحنا عارفين إنه ضوء الشمس ده من الاحتياجات الأساسية لإنبات أو لنمو النبات يبقى هنا هيزبل وهيصفر وهيموت ليه؟ بسبب غياب ضوء الشمس اللي بيعتبر من الاحتياجات الأساسية للنبات توجد عدة احتياجات لابد من طوافرة حتى يقوم النبات بتكوين غذاءه بنفسه حددها محتاجين إيه عصر النبات يقوم بصنع غذاءه؟ رقم واحد طبعاً محتاجين الماء محتاجين ضوء الشمس محتاجين غاز ثاني أكسيد الكربون اختر الإجابة الصحيحة مما يلي الصاق في نبات العنب بتكون صاق نوعها نتذكر كده مع بعض عبارة عن صاق طبعاً هنا متسلقة صاق متسلقة السؤال التاني يتنفس الإنسان والحيوان غاز؟ احنا بنتكلم عن التنفس الغاز الأكسوجين يوجد كولوروفيل غالباً فيه نقط النبات يترى الصاق ولا الأوراق ولا الشعير الجزرية ولا الجزور طبعاً يكون كولوروفيل موجود في أوراق النبات كده يكون حلقتنا خلصة النهاردة كنت معاكم اسمها محمد إن شاء الله نلتقي مع بعض يا ولاد في حصة قادمة من حصة مادة العلوم وأتمنى يكون الدرس سهل وبسيط وقدرتوا تفهموه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي عنده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر